بسم الله الرحمن الرحيم نضغنا رقصة للمعنى الاستمدى بطريقة جميلة كذا وسهل نضغط جميلة مستمع جيدة اشتركوا في القناة 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 نشيل البنجر حاول تشيلوا كل البنجر لا تسيبوا حدة لأن تجعل التسبيكة تضحرق يمكن أن تشيلها في كياس و تطبخ بها على كده أنا كثير قوي لما بكون عندي شغل كثير أو كده بروح شايلها كده سيبوا حتى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف ننزمها لكي لا نضيف ماء كثير و ترجع الثاني تتسجد سوف نضيف ملائق سكر سوف نضيف ماء كوبات زيت يعني مش شرط المعيار زيت كتير اولي نقوم بس الله الرحمن الرحيم سوف نضيف ماء كوبات زيت سوف نضيف ماء كبات زيت رحasis سوف نضيف ماء الكبات سوف نضيف ماء كجم سروي سوف نضيف ان بعضهم الآن كواسع تعملي بقى صلي كيس على قد ما انتها تطبخ مشوف انت ايه بتحتاج قد ايه من السلسة تعايلي احتياجات الطبخة او مقديل الطبخة اللي انت بتعملي بسم الله الرحمن الرحيم ولاحظة اني دي سلسة مش طماطم يعني متسبكة جامد دي سلسة يعني المقدار اللي ينتهي التقديم من الطماطم يعني تقليلي خالص من هنا يعني مثلا انت لو تستعمل كيلو طماطم في الطبخة بمعادل ده ده كيلو الطماطم بعد ما يكسد او اقل كمان نعبى الصلسة عبى بقى مكايسة مقدار الطبخة اللي بتعمليه تشوف انت بتحتاج قد ايه في الطبخة وتحطيها ونخلي بالك دي سلسة مش طماطم يعني المقدار اللي بتقديم من الصلسة هتقدي نفسه من التزبكة دي من الطماطم المقدار اللي بتقديم من الطماطم هتقدي نفسه من هلين لان دي تسبكت وبيت صلسة منطفح مقدار اللي بتو詐 بي سوف أقوم بعمل محشي للوقت يحمر لي السلسة جميلة ووصفة سهلة سوف أقوم بعمل نتيجة جيدة سلام عليكم